ستيف هانكي الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز بينشر مبارح مؤشر التضخم تقديره مؤشر هانكي للتضخم بتكلم عن مصر لو تفتكروا إحنا لما استضفناه في آخر أسبوع في يناير كان مؤشر التضخم بتاعه بيقول أنه 101% النهاردة ستيف هانكي بيقول أن التضخم في مصر كام؟ تعالوا نشوف الرقم رقم مخيف الحقيقة هانكي التضخم الحقيقي في مصر سجل 107% أربع ضعاف الرقم الرسمي بيقول تفع معدل التضخم الحقيقي في مصر وكلمة الحقيقي هنا هو شرحها لما كان في آخر كلام وقال أن السلة اللي بيحسب فيها العناصر اللي بناء عليها بيقيم المؤشر بتاعه بتاع التضخم هي أكبر وأوسع من سلة الحكومة اللي بتستخدم بعض العناصر القليلة وبالتالي بتطلع الرقم اللي هو 25 أو 26% وفقا لمؤشر هانكي لقياس التضخم بص الرقم اللي جاي ده احتلت مصر المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات التضخم بعد زمبابوي فنزويلا لبنان وسوريا يبقى مصر منورة في المركز الخامس في عهد عبد الفتاح السيسي والله دي نستحق ندخل عليها موسوعة جينس بلا بلح بلا أطول كبري بلا بتاع في المقابل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتقول ان التضخم في المدن المصرية ارتفع خلال شهر يناير إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات مساجل كام؟ 25.18 يعني احنا عندنا رقم حكومي بيقولك أنه هو 25.8 وعندنا ستيف هانكي بيقول لا ده 107% يعني احنا بنتكلم من التضخم الحقيقي أعلى أو أكثر من أربع أضعاف معدل التضخم اللي بتعلن عنه الحكومة المصرية يريد الحكومة المصرية تحاول تتعلم من مؤشر ستيف هانكي للتضخم تستخدم العناصر اللي هي لها علاقة بالقوة الشرائية للناس لها علاقة بغلاء الأسعار بشكل واقعي وأكثر تطبيقا يعني من استخدام عنصر والاتنين عشان يطلعوننا التضخم 25%